في حكاية بقى دايلة دلوقتي مبين نهضة بركان ومبين اتحاد العاصمة الجزائري طبعاً تعرفين القصة واتحاد العاصمة الجزائري اللي في ريتين ملعبوش المباراتين في نصف نهاية الكونفيدرالية واحتوصبت مبارات الزهاب لنهضة بركان واحتوصبت مبارات العودة لنهضة بركان والحكاية الكبيرة بتاعت التشيرت والحوارات دي الصحافة الجزائرية بتقول ان المحكمة الرياضية ما رفضتش الطعن اللي مقدمه لاتحاد الجزائري او الشاكوة اللي مقدمها لاتحاد الجزائري ولادي اتحاد العاصمة بشأن احتساب المباراة لصالحه والصحافة المغربية تتحدث انه الكاس او المحكمة الرياضية رفضت الطلب او الشاكوة اللي قدمها لاتحاد الجزائري ولادي اتحاد العاصمة بشأن احتساب المباراة لصالحهم وقالوا انه خلاص المباراة او دور نصف النهائي احتصب لصالحهم لصالح فريق نهضة بركان بشكل نهائي حكاية على بعضها كده دمها تقيل تقيل بس في الاول الاخر صعى نهضة بركان فريق محترم ولو كان صعى اتحاد العاصمة فهو فريق محترم من بلد محترم نهضة بركان فريق محترم من بلد ايضا محترم في كل الاحوال يعني ان شاء الله الامور دي تبقى ما فياش مشاكل الفتر اللي جاي باذن الله مش عايز اخش في تفاصيلها عشان تفاصيلها بعيد شوية عن الرياضة طيب